طيب انت المسرح واخد جزء كبير جدا جدا اوي 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 ومتخيلة ان انت اكيد يومك بيتزبط على حسب المسرح اخر حاجة كانت بتعرض حلم جميل ودي مع وزارة الثقافة وكان قبلها فيه برضو حاجة مهمة جدا سيل دي كانت مع وزارة التضامن وليه علاقة مع وضعها مهمة هو الادماء مسألة ان انت تلف المحافظات على وجه التحديد وتروح بقى المحافظات شمال السينة وتوصل لحد تروح اسوان واحنا هنا بنهتم قوي بمسألة التنوير وثقافة لكل الناس وانها توصل لكل الناس ده طبعا عمل شاق جدا طبعا احكي لنا اكتر عن كواليس المسرحيات دي بوس وازاي نستقبلك هناك ازاي الحمد لله يعني الاستقبال اللي انا بالاخوات في كل مكان بيستقبلوني به يخليني اسافر اكتر من مرة من زمان هم السيادة الرئيس يعني ايه الحاجة ان احنا ممكن نعرض حاجة اسمها صيف ولادنا صيف ولادنا دي من حوالي ست سبع سنين او اكتر يعني ان احنا نشغل اوقات اولادنا في المحافظات في الصيف بالعروض الفنية ايا كانت العروض الفنية دي بقى مصرح فنية تشكلية غنى استعراضات فدي كانت البزرة الاولى ما قبل المشروع العظيم حياة كريمة فانا عاشق جدا ان احنا ما هواش بس ابناء القاهرة والاسكندرية هما بس اللي ليهم حقوق علينا كفنانين يعني لا كل المحافظات بل بقى لما باجى روح المحافظات دي بلاقي ردود افعال انا مش متخيلها يعني لما اجى سافر بالمصرحياتي في الجنوب في وجهه ابلي كله ايه ده وفي المحافظات دي قالك ايه يعني لانه الناس دي ده ما كانش بيحصل عندهم قبل كده لما هرى جنات ثقافية غنائية ويشوفوا يعني متحة صالح وهو شام عباس والنهاردة يشوفوا سامح حسين جايب يقعد مصرحية الاطفال كمان انا يمكن سافرت وحضرت احد الحفلات يعنيهم يعني بتنور لا 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 بص والله العظيم يا هدير يعني لو قعدت وصف لك من هنا للصبح ولا هيقضي الوصف الحقيقي يعني تخيالي مثلا واحنا بنعرض في اللقصر خمس ليالي لان في عروض تانية بتيجي بتتوالى معياش بس العرض بتاعي بس واحنا خلاص بنشيل البسترات بعد الليلة الخامسة علشان نمشي فتلاقي سيدة موسنة جاية ومسكة لقفيش بتاع المصرحية وبتقوم قيلة انتوا ليه هتشيلوا النور من هنا خليه قاعد شوية النور من هنا خليه قاعد شوية بصي انا جسم اشعر وانا بقولك الموقف ده ده نموذج بان في ستة عزيليتها شايف انه الفنون نور اتفرجي على الصور وانا كنت بعد اقول لهم صوروا الجمهور مش تصورون انا او تصوروا المصرحية ما هي كده كده المصرحية موجودة بس صوروا الجمهور هم كمان هيفرحوا وكنت بعد ما بخلص هنشوف عن يوم عارف اللي هي المصطلحات اللي الناس بتشوفها مكالكع ايه ده البراءة دي تحقيق العدالة الثقافية هو ده جدا بتلاقي كل المستويات هادير كل المستويات موجودة ومستمتعين تحس ان هنا البلد بكل طواقفة الغاني والفقير اللي مسقف واللي مش مسقق كل الطواقف الست والراجل والشباب والاطفال كل الطواقف بيتفرجوا على عمل واحد بس وهم ابسطين فانت عايزة ايه بقى اكتر من الاجر ده اصلا والمصرح كمان انتو يعني بتشوفوا رد الفعل في نفس الوقت في نفس الوقت وبعدين حاجة طريفة جدا بتلاقي مثلا انت انا بقعد اقول لازم من الممثل يبقى مصقف علشان يبقى يعني انا بقعد ادرس وقرأ عن كل محافظة انا هروح تخيالي علشان اعرف مش بس المزارات ان انا اروح ونتفسح انا والفريق علشان الثقافة بتاعتهم عاملة زي لان ممكن فيه جملة هغيرها فيه اف انا هغيره على حسب المحافظة اللي انا موجود فيها فهم هايبقوا في منتهي السعادة لما اجا يقوم اي الحاجة بتمسوهم هما كابناء المحافظة يا ده يحسوا ان انا قريب او منهم وان احنا وده حلو مشروع رائع حياة كريمة ان على قد ما انت بتشوف يا هدير ان الناس زمان ما كانوش تحس ان احنا ايه هي مصر هي التلات اربعة محافظات دي بس فين انتوا انتوا اخدين بالكم مننا ولا لا فلما تروح تشوفي دلوقتي في كل مش قرية بقى ده كل نجع المد العمراني والثقافي موجود فيها فبتحس ان بنزود الانتماء وده اللي احنا عايزينه من اصغر واحد لأكبر واحد يبقى عنده انتماء لبلده وهو بالمشروع ده بيحس انه بياخد حقوقه من البلد اللي كانت قبل كده حقوق مهدورة اشتركوا في القناة